السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي واخواتي دكاترة المستقبل طلاب الفرقة الاولى بكلية الطب الحمد لله رب العالمين يتجدد بنا اللقاء في مادة البيو كيميستري يمكن انت يكون عندك امطباع مسبق او اراء مسبقة من اصحابك السابقين بخصوص مادة الكيمياء الحيوية وربما ان يكون في ناس منهم بيبثوا في بعض الخوف من مادة الكيمياء الحيوية تعال اقولك بعد الحقاق بخصوص مادة الكيمياء الحيوية مادة الكيمياء الحيوية مادة من المواد الممتعة جدا اللي انت هتستمتع بدرستها خصوصا لما تعرف ايه الفصول او ايه المقررات او ايه الاجزاء اللي موجودة فيها اللي احنا ان شاء الله هندرسهم مع بعضينا وانوضح لك الافكار كلها بشيء من البساطة والاستيعاب وان انت تقدر تفهم كل فكرة وكل درس بطريقة سهلة من السهل جدا شرح مادة الكيمياء الحيوية لكن اللي بيكون اصعب بالنسبة لك انت كطالب هو كيفية حفظ كم المعلومات الكبيرة جدا يعني انت عارف ان في اللايحة الجديمة مادة الكيمياء الحيوية كانت بتدرس على سنتين في سنة اولة وتانية لكن في النظام الجديد المادة بتدرس في شهر ونص مثلا تقريبا فانت بتدرس كيمياء حيوية واحد وبيو اثنين بتدرسهم مرة واحدة في منهج واحد بكل التفاصيل فالطالب طبعا بيحس بضغط كبير بيحس بلود بيحس بمشكلة ان هو مش جادر ان هو يحفظ كم المعلومات الكبير جدا فالسر طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى بالخبرة بالسنوات الطويلة واحنا موجدين مع بعض ان احنا ازاي نقدم لك المادة العلمية بطريقة سهلة طليق بيك وبطريقة تقدر ان انت من خلالها تستوعب كم المعلومات الكبير ده في الفترة الصغيرة دي بحيس تبقى المادة مش صعبة بالنسبة لك بنعمل بقى مفاتيح كتيرة وبنعمل بقى قواعد عقلية منها تقدر ان انت تستوعب المعلومات دي ومنها ان انت يبقى عندك طريقة سهلة لحفظ المعلومات دي طبعا بنلتزم بالبي دي اف اللي بيكون موجود معاك بس الفارق ان انا في الاول اشرح لك افهمك الفكرة كلها انت تدون وراي ملحوظات دي بعد ان تفتح البي دي اف هتلاقي ان كل حاجة موجودة في البي دي اف انا شرحت لك بس بطريقة مرتبة يعني بحب دايما ان انا امشي بالاسلوب اللي يفهمك انت في الاول بعدين نروح نبص بقى في البي دي اف هتلاقي كل معلومة موجودة في البي دي اف شو رح هتلاقيك بطريقة سهلة جدرت ان انت تحفظ المعلومات دي كلها يبقى انا في الاول افهمك وقدم ليك المعلومة باسلوب شيق ممتع تقدر ان انت تستوعبها وتقدر ان انت تفهمها بعدين نيجي نبص مع بعض في البي دي اف تلاقييني كل المعلومات اللي موجودة في البي دي اف انا شرحتها لك والتزام بالبي دي اف اللي هو موجود معك إن شاء الله تمنى تبقى سنة سعيدة أو يبقى ترمي سعيد أو يبقى بلوك سعيد وإحنا موجودين فيه مع بعض إن شاء الله وتبقى المادة حلوة وميسرة وبسيطة بالنسبة لك دايما كده بحب بدايتنا مع البلوك أو المادة أعلمك أو أعرفك إيه هو محتويات المنهج بتاعنا بحيث تبقى برضه عارف البداية فين والنهاية فين وهندرس إيه وإلي موجود عندنا فتعال بقى نشوف مع بعض كده إيه محتويات مادة البيو كيمستري عندنا فيها جزء اللي هو بايا واحد وفيها جزء اللي هو بايا اتنين جزء بايا واحد اللي هو الجينرال وجزء بايا اتنين اللي هو الميتابوليزم فتعال كده نشوف سريعا هو إحنا هندرس إيه في البيو كيمستري وإزاي نقدر نحن نبقى عارفين حدود المنهج بتاعنا فين أو إيه اللي احنا هندرسه وبطريقة سهلة إن شاء الله وبسيطة تلاقي الأمور كلها إن شاء الله ميسرة وهبدأ لك بشرحة كمان جزء النهاردة من أول محاضرة بحيث برضه تشوف الدنيا ازاي وتلاقي ان الامور سهلة ان شاء الله لما انت تفهمها وتستوعبها بص بقى دكتور عندنا بقى بايو كيمستري واحد اللي هو الجزء ده اللي كان بيشرح في ولا طب في النظام الجديد وعندنا بقى بايو كيمستري اتنين اللي هو كان بيشرح في تانية طب في النظام الجديد انت طبعا بتدرس الاتنين في بايو كيمستري واحد بندرس مين بقى يا دكتور بندرس البروتين والكاربوهيدرات والليبد والانزايم والفايتامين ببساطة دي الاجزاء اللي هتدرس وبندرس حاجة بقى اسمها المينرالز اللي هي المعادن يبقى اللي بندرسه في بايو واحد بتدرس البروتين ممثلا في تصنيف الاحماد الامنية وهي الوحدة البنائية للبروتين وبندرس بعض انواع البروتين كبروتين سيمبل وكبروتين وبعض وظايف البروتين وامثلة على بروتينات زي الهي مجلوبين بالوظايف بتاعته وبندرس الوظائف العامة للبروتين وده بيكون جزء البروتين اللي هو موجود عندك محاضرتين بعدين بقى بنيجي على جزء الكاربوهيدرات تصنيفه للكاربوهيدرات من السكريات للسكريات الوحدية والسكريات السنائية وعديد السكر زي النشا مسلا وزي جلايكوجين يبقى دي الجزء بتاع الكاربوهيدرات بعدين عندنا جزء الاسمه اللي بندرس بقى تصنيفة الاحماض الدهنية وتصنيفة الدهون وانواع الدهون وبعض الدهون اللي هي اهمية خاصة في الجسم بتاعنا زي حاجة اسمها بعدين بتدرس بقى جزء الانزايم بنعرفك يعني انزيم ويمكن انت كان سابق عندك معرفة بخصوص الانزيمات من السنوية العامة هندرسها بشيء من التفصيل شوية يعني انزيم تركيب الانزيم كيفية عمل الانزيم الى اكتف سايت الموجودة في الانزايم امثلة بقى على بعض الانزيمات اللي موجودة في جسمك والتركيب بتاعهم زي حاجة اسمها الاكتيدي هيدروجينيز وحاجة اسمها كرياتين كاينيز ونعرف دور بعض الانزيمات في تشخيص بعض الامراض ببساطة مثلا نقولك ان في انزيم معين موجود في عضو معين لو خدنا تحليل دم والجنة ان الانزيم ده طلع من العضو بتاعه موجود في الدم يبقى ده معناته ان فيه تلف في العضو مثلا اللي كان بيفرز هذا الانزيم بعدين بقى بندرس مجموعة من المركبات اللي هي اسمها الفيتامين الفيتامين هي مركبات مهمة للحياة وهي مسؤولة عن تنشيط الانزيمات والقيام بالتفاعلات الحيوية ونعرف بها اسماء بعض الفيتامين ووظيفة كل فيتامين وايه الخلل اللي بيحصل نتيجة نقص هذا الفيتامين وبعدين بندرس بعض المينرال لها المعادن زي مثلا معدن الكالسيوم معدن الفوسفورس معدن الحديد معدن الزنك معدن النحاس بنعرف بعض المعادن والوظيف البيولوجية بتاعتهم وان شاء الله يبقى شيء جميل كده ان شاء الله وتبقى مستمتع وانت بتدرس هزين معلومات والحقيقة اللي عايز اقولها لك بعد اذنك طلع من دماغك فكرة هو انا ادرس ليه الكلام ده حضرتك دكتور حضرتك اسعامل مع مرضى حضرتك ما تقدرش توصل للكمة فوق وتبقى عارف كل المعلومات او يبقى عندك خبرة كافية غير لما تعرف الاساسات يعني احنا بنأسسك وبنفهمك يا التفاعلات الحيوية بتحصل ازاي هي ايه المركبات البيولوجية اللي موجودة بجسمك عشان لما تدرس دراجز او لما تدرس الامراض تبقى فاهم والمرض ده كان يه تأثيره على عمليات الحيوية اللي موجودة في جسمك او الانزيمات اللي موجودة في جسمك كانت يه نظرية عملهم والكلام ده ايه بحيث تطلع من دماغك فكرة ان انا ادرس ليه التفاصيل دي او ادرس ليه الكيميا دي لان انت عارف ان العلم او المعرفة لازم يكون لها اساسات ومن هنا يبدأ الاساس بعدين بندرس بقى جزء اسمه اللي هو بندرس فيه الدين نيه بشيء من التفصيل هتبقى مستمتع جدا لما تدرس جزء دي نيه خصوصا ان فيه معلومات كتيرة كانت عندك منه من السنوية العامة بس احنا هنا بندرسه بشيء من التفصيل بشيء من الدقة لان ربما بعض انت معلومات في السنوية العامة ما كانتش عندك بالتفصيل وما كانتش عندك بالدقة الكافية ان انت تقدر تستوعبهم والفرج برضه احنا هنا بندرسه بالانجليزي بقى فلكن يعني هتحس ان انت فيه متعة كبيرة جدا بندرس بقى الدين ني وبندرس النيوكلوتيدة وانواع النيوكلوتيدات وبندرس بعد كده الدين ني والارين ني وبندرس عملية تضاعف الدين ني والانزيمات اللي بتشارك في عملية تضاعف الدين ني بعدين بندرس بقى الارين ني وتركيب الارين ني وعملية النسخ وعملية الترجمة والطفارات اللي بتحصل للدين ني فانت هتلاقي اغلب المعلومات دي اللي انت كنت درستها في وحدة البيولوجيا الجزائية بسنوية عامة بس هنا احنا هندرسها بشيء من التفصيل ويبقى الموضوع ان شاء الله ممتع ومسلل بالنسبالك وانت بتسترجع الذكريات الانجازات اللي انت كنت فيها في سنوية عامة وده بيكون بخصوص بايو كيمستري واحد او الجزء الاول من الكيمياء الحاوي الجزء التاني بقى من البيو كيمستري اللي هو بايو كيمستري اتنين ده بنتكلم فيه عن الميتابوليزم اللي هي عمليات الهضب هندرس مين هندرس الميتابوليزم لتلات مركبات بيولوجية هندرس ميتابوليزم للبروتين وهندرس ميتابوليزم للكاربوهايدرات وهندرس ميتابوليزم للليبد يعني هندرس ببساطة لعمليات الحيوية اللي بتحصل في الجسم بتاعك طيب ببساطة كده اه صراحة يعني بيكون اه الاطول في الميتابوليزم هو الكاربوهايدرات يعني بندرس ميتابوليزمه في الكاربوهايدرات بكل التفاصيل بنبدأ بقى بعملية متصاص المونساكاريد من الانتستن بتاعك بعدين عمليات الاستوراج والسناعة جلايكوجين في الكابضو في العضلات بعدين عمليات جلايكولوسز وانتاج الطاقة ودورة كريبس والدورة التنفسية وسلسلة نقل الالكترون بعدين عملية اسمها جلوكنيوجينيسز ودرس اسمه اللي هو ازاي نحاول سكر الجلوكولوس السداسي لسكريات خماسية وده اللي بندرسه في جزء الكاربوهيدرات بيكون الغلاسة بس شوية ان فيه دورات كتيرة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودخلت عندي على قناة اليوتيوب بنحاول ان انا اعمل لك الدورة في صورة مفاتيح ممتعة مسلية يعني مسلا اقول لك ان دورة كريبس اجزا سيسي اجزا الفا كي تو ساكسي ساكسي فيوما اجزا ادي خلصت دورة كريبس اللي بتغلب طلبة كتير جدا وبتشوف كوميكس كتيرة على اليوتيوب وعال فيسبوك الناس كلها بتعلق على دورة كريبس لكن معنا ان شاء الله تبقى دورة كريبس من اسهل الدورات بالنسبة لك كزلك جلو جلو فرو فرو خلصت دورة كليكولوسيز فبتلاقي ان شاء الله ان احنا بنحاول الدورات لشيء من المتعة كده والتسليع بتحس ان انت مستمتع جدا وانت بتدرس دورة الميتابوليزم خصوصا ان احنا حول نهالك لمفاتيح عشان يبقى بنسهل عليك تذكر الدورة دي وحفظ المفاتيح دي ده بخصوص جزء الكريبوهيدرات طيب الجزء اللي اسأل بقى هو الليبت بنبدأ بقى ندرس آآ الليبت من العمليات ازاي بيحصل امتصاص الليبتات وبنتكلم بقى على عمليات اكسارة الدهون حاجة اسمها البيتا اوكسيديشن وحاجة اسمها صناعة الكيتون بادي حاجة اسمها كيتوجينيسز وكيتوليسز وبندرس بعد كده حاجة اسمها الليبوجينيسز وازاي بتصنع الدهون في الجسم بتاعك بيكون من امتع واسها الاجزاء هو جزء الليبت صراحة ان هو جزء صغير نيجي الجزء اللي بيكون غلص مع الطلاب شوية هو جزء البروتين ميتابوليزم لكن اوعدك بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقيني عاملك البروتين ميتابوليزم كله في حاجة صغيرة كده هينجز معك بسرعة وانت مستمتع كده وانت بتدرس البروتين ميتابولزم بيكون فيه جزئين حاجة اسمها الجنر البروتين reacción اللي هي التفاعلات العامة للبروتين وحاجة اسمها الانديفيديو الامينو اصد يعني احنا هنا بندرس البروتين ككيمستر يعني مين الاحماد الامينية ايه اسمها البروتينات اما هنا بندرس التفاعلات العامة للبروتين حاجة كده اسمها وبنختمهم بحاجة اسمها دورة اليوريا وبنعرفك ازاي اليوريا بتصنع في الجسم بتاعك وازاي الكبد وهو عضو صناعة اليوريا ازاي بيصنعها وازاي الكليا وهو عضو استخلاص اليوريا من البلد بتاعك ونزلها في اليوريد ودي حاجة درسمهم جدا اسمه اليوريا سايكل ودي بيكون في نهاية الجنرال بروتين راكشن. بعدين جزء الثاني حاجة باسمها او الاحماض الامينية الفردية بندرس بقى كل حمضة امينة من الاحماض الامينة لدرسناه هنا ككميستري. بندرس الحمض الامينة بتفاعلاته زي جليسين زي السيرين زي فيناول elderنين زي تريبتوفان زي التيروزين زي ميسيونين زي السيستايين بنعرف بقى الحمض الامينة والمركبات البيولوجية اللي ممكن تصنع به بتفاعلات حيوي. ان شاء الله الامور تبقى بسيط وميسر وانا عايزك تتطمن انا بس حبيت للملك المادة عشان اقولك ايه المادة بتتلمة هي بس انت بتقلك شوية لما يكونك كم كبير او من اصحابك اللي بيود يقولولك با احنا ليه ندرس المادة دي لا خلاص انت موجود في المجال النهاردة وانت بيجي طبيب المستقبل او دكتور المستقبل يبقى انت مطالب ان انت تذاكر المنهج دي سألي انت هو انت مكلف بمذاكرة المادة دي فان شاء الله تبقى الامور ممتعة بالنسبة لك وان شاء الله تلاقي دورات الهضم دي كلها حاجة سهلة بالنسبة لك وفضل الله سبحانه وتعالى بخبرة السنوات الطويلة مع طباب كلية الطب من 2014 وحنا معاكم مع زمائلكم ان شاء الله والحمد لله خرجنا دفعات ودفعات بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبنواصل المسيرة والرحلة واحنا موجودين مع بعض ونبدأ بقى على بركة الله بالجزء الاول والمحاضرة الاولى في البيو كيمستري ومحاضرة الامينو اسد تعالى بقى نشوف الدنيا تمامشي ازاي وازاي بقى بنشرح الدروس بطريقة سهلة ممتعة عايزك بقى ان شاء الله تخلص النية كده لله سبحانه وتعالى وتشوف نفسك بإذن الله في يوم من الايام طبيب المستقبل دكتور مشرف بيساعد ان هو يشفي الناس بأمر ربنا سبحانه وتعالى وانت جواك نية ان انت يبقى معاك سر من اسرار ربنا سبحانه وتعالى وتقدم الشفاء وتخفف من الام الناس يا ربنا دايما معاكم كده ودايما موفقين ويالله بينا على بركة الله نبدأ موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 الكاربوكسيلا دي اي كربونة جنبها بنسميها الفا ده ترقيم لاتيني يعني لما يكون فيه كاربوكسيلا وجنبها كربونة اسمها الفا فعشان كده العلماء بيسموا ان الحمض الاميني هو الفا امينو يعني على الكربونة الالفا ركبة مجموعة امينو كاربوكسيلك اسد ايه الكلام ده يا دكتور عندنا في الكيمياء العضوية المركبات اللي بتحتوي على مجموعة كاربوكسيلا لها اسم علمي بيسموها كاربوكسيلك اسد اسمها الحمض الكاربوكسيلي والكربونة اللي جنب الكربوكسيلا اسمها الكربونة الفا فالاحماض الامنية تعتبر مشتقات من الاحماض الكربوكسيليا عن طريق ان الكربونة الفا اللي جنب الكربوكسيلا ركبة عليها ان تشتوه فانت ما تستغربش لما نيجي نقولك ان الامينو أسد اللي هو الوحدة البنائية للبروتين is alpha amino carboxylic acid يعني على الكربونا الألفا ودي ترقيم لاتين الكربونا اللي جنب الكربوكسيلا بيسموها ألفا راجب عليها مجموعة N-H-W-T ويعتبر هو من مشتقات الأحماضي الكربوكسيلي حلو الكلام يبقى الامينو أسد اللي هو الوحدة البنائية للبروتين اسمه alpha amino carboxylic acid خذ المعلومة التانية بقى الأحماض الأمينية في الفراغ بيكون لها شكلين مشهورين ايه بقى الشكلين ممكن يبقى الحمض الأميني بالشكل ده وممكن يكون الحمض الأميني بالشكل ده ايه اللي أنا عملته بس غيرت مكان ال-N-H2 يعني حطتها هنا ناحية دي شمال والمرة دي حطتها يمين لو ال-N-H2 موجودة ناحية الشمال فده بنسميها L بنرمز لها بالرمز L كده ولو ال-N-H2 ناحية اليمين بنرمز لها بالرمز D خلاص الأحماض الأمينية كده لها شكلين في الفراغ يتكون ال-N-H2 ناحية الشمال واسمها L يتكون ناحية اليمين واسمها مين D معظم الأحماض الأمينية في جسمنا بتكون في الوضع L يبقى الأحماض الأمينية يونت بروتين بنسميها ألفا أمينو كربوكسيلك أسد وانت فهمت يعنيه كلمة L طب رح واحد جاله مالد دي قلت له دي دي بقى أبنورمال أمينو أسد وبالنسبة بتاعتها جليلة جدا ان يكون في حمضة أميني ال-N-H2 بتاعته تبقى ناحية مين ناحية اليمين دي حاجة كده كأشكال فراغية للجزئات فأغلب الأحماض الأمينية اللي بتكون موجودة في الجسم بتاعنا بتكون ألفا أمينو كربوكسيلك أسد يعني على الكربون الألفا رجبة مجموعة الأمينو وبتكون L يعني ال-N-H2 ناحية ايه؟ ناحية الشمال الكلام ده سابت لكل الأحماض الأمينية اللي موجودة في جسمك باستثناء اتنين حمضة أميني ما اسمهمش L أمينو أسد أو ما الهمش شكل فراغي محدد يعني ما بيكونوش دي ولا L يعني معنى كده أن الأحماض الأمينية بتكون L أمينو أسد وفهمت يعني L أمينو أسد يعني ال-N-H2 تبقى ناحية الشمال باستثناء في 2 أمينو أسد اتنين حمضة أميني لهم دي ولا هم L مين هم يا دكتور اتنين حمضة أميني نتعان نحفظ الاستثناء بتاعهم بس كحالة استثنائية ده طبعا انت عارف الشكل العام للأحماض الأميني بدل ال-R رجبة هنا H الحمض الأميني ده اسمه الجلايسين وده أبسط الأحماض الأمينية يبقى حمض الجلايسين مفيهوش حاجة اسمها D ولا L اسمه جلايسين وبس وفيه حمض أميني تاني ادي الاستراكشر بتاع تبقى حلقة عاملة كده ودي هنا NH وهنا مجموعة الكربوكسيلا والحمض ده اسمه برولين يبقى فيه اتنين حمضة أميني لدي ولا L يعني بصورة أخرى أولا ده ال-N-H2 دخل جوه الحلقة يعني مفيش NH2 أمين ولا شمال فده مفوش دي ولا L وده بقى ما يفرقش ان انا حط ال-N-H2 الناحية دي او الناحية دي ما يفرقش ده مفوش ده دي ولا L يبقى انت كده ما تستغربش لما نيجي مقولك ان الأحماض الأمينية هي الوحدة البنائية للبروتين وان البروتين بوليمر يعني سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية والحمض الأميني بتكون من زرة كربون متصلة باربع مجموعات كربوكسيل جروب أمينو جروب ON-H و R اسمها مجموعة مين الالكايل وان الأحماض الأمينية R-alpha Amino Exude يعني كانها حمضة كربوكسيلة على الكربونة الالفا اللي بتكون جنب الكربوكسيلة ركبة مجموعة أمينو اسمها الامينو اسمها الخروج بأنه ينسل ناحية الشمال دي الطريقة الطبيعية او الشكل الطبيعي للأحماض الأمينية اللي بتكون موجودة في جسمك اسمها الامينو اسد ومعظم الأحماض الأمينية اللي موجودة في الجسم بتكون ال خلاص وحالات خاصة بتبقى دي ودي هناخدها في البروتين لكن فيه اتنين حمضة امينة لهم دي ولا هم ايه مين الجليسين والبرولين طيب يهمنا تعرف بقى ان according to alkyl group انا عندي عشرين امين واسب يعني وكأني بقولك ان الار دي بتختلف عشرين مرة انا عارف ان النقطة دي هتعمل معاك لخبطة ما بين حاجة انت سابق درستها في السنوية العام وصراحة هي في النقطة دي كانت في السنوية العام ادق ان احنا المفروض نقول ان الار بتختلف تسعتاشر مرة لان المرة لعشرين دي اتش يعني دي اتش دي مش اار بس ما علينا احنا نمشي بالمعلومة اللي موجودة عندك في البي دي اف ان احنا عندنا according to R عندنا عشرين طيب وف امين واسب عندنا عشرين نوع من الاحماض الامنية according to R ان الار دي ممكن تختلف عشرين مرة لكن احنا في السنوية عامة كله بيقولولك ايه بقى ان الار بتختلف تسعتاشر مرة والمرة لعشرين دي الجليسين ده مفوش ار اصلا ده فيه مين ايتش بس انت بس ماناش دهو بمعلومة سنوية عامة خليك انت بس طبع معلومة سنوية عامة هالأضاك طبعا خليك انت بالمعلومة اللي موجودة عندك في البي دي اف ان الار هتختلف كم مرة تسعتاشر اه عشرين مرة يبقى انت بيكون عندك كم عشرين حمضة امين طيب هنبدأ بقى نعمل classification للأمينو أسد هندرس تصنيفة الأحماض الأمنية هندرس لهم تلات تصنيفات حاجة اسمها chemical classification اللي هو على حسب الار اللي على حسب المعلومة اللي في البي دي اف اختلفت عشرين مرة خلاص وهندرس حاجة اسمها metabolic classification وهندرس حاجة اسمها biological classification يبقى ها انا هدرس تصنيف الأحماض الأمنية تلات مرات على حسب الار ودي اسمها chemical classification على حسب الهضم اسمها metabolic classification وعلى حسب الاهمية البيولوجية اسمها biological classification وتعالى نبدأ بقى التصنيفة الاولى اللي اسمها chemical classification اللي هي according to R ضروري بقى يعني سامحني شوية ان التصنيفة اللي جاية انت هتضطر تبقى حافظها لان هي بتيجي في الامتحان او لما تيجي تشوف الكوز اللي بتنزلها كل اسبوع هتلاقي بيعتمد اعتماد كبير على حفظ التصنيفة دي فدي للأسف ملاش حل غير ان انت تعملها ايه بقى يا دكتور غير ان انت تحفظها فتعال بقى نشوف ايه حوار الchemical classification اللي هو according to R اللي هو هيصنف الأحماض الأمنية الى عشرين حمضة أميني بس انت ما بتحفظهمش كله ما انت بتحفظ أمثلة معينة او انا هفزك أمثلة معينة مش العشرين واحد او الامثلة اللي هي مذكورة عندك في البي دي اف ولو في امثلة تانية من الأحماض الأمنية من ضمن العشرين ما كانتش مذكورة في المحاضرة دي فهي هتسكر قدام ولما تسكر ساعتها بنا اقول لك عليها تعال بقى امشي معايا بقى احنا راح ينشرح حاجة اسمها classification classification يعني التصنيف of amino est يعني تصنيف الأحماض الأمنية عندنا تلات تصنيفات في حاجة اسمها chemical classification chemical classification the according to R يعني على حسب مجموعة الالكاي اللي انا مرة شلتها هتطب ده لقيتش ده في حالة مين في حالة الجليسين عندنا حاجة بقى اسمها biological classification يعني على حسب الاهمية البيولوجية في جسمك يعني هل الحمض الأميني ده بيتصنع في جسمك فيبقى مش مهم جوي ان انا بعرف اصنعه في جسمي واللي هل ما بيتصنعشي لازم ناخده من مصدر خارجي سواء كان حيوان او نبات اسمها البيولوجيكل والحاجة التالتة اسمها metabolic classification يعني لما نهضم الأحماض الأمنية هيطلع منها ايه metabolic classification اللي هو على حسب نواجه الهضب ونبدأ بقى بالتصنيفة الاولى اللي هي اسمها chemical classification وهي التصنيفة الأكبر وعايزك تدرك حاجة ان هم عشرين حمضة أميني هم اللي هنحطهم في البيولوجيكل هم هم اللي هنحطهم في الميتابوليك يعني هم نفس العشرين حمضة أميني هم اللي بنعملهم كم تصنيفة ثلاثة تعال نبدأ بقى بالتصنيفة الأولى انت فاكر ان التركيب بتاع الحمض الأمينة هو ودي NH2 ودي COOH ودي R المجموعة دي يا دكتور اسمها كده carboxyl group في الكيميا العضوية يا دكتور بنقولك ان مجموعة الكاربوكسيل دي اسمها مجموعة حامضية يعني أسد يعني بتدها هيدروجينة يعني كنها حمض يبقى الكاربوكسيل group دي أسدك وعندنا مجموعة كده اسمها أمينو جروب في الكيميا العضوية المجموعة دي دكتور بنسميها بيزك يعني قاعدية يبقى أنا عندي الحمض الأميني العادي أهو ده الشكل العاملي بيكون فيه carboxyl group ودي مجموعة أسدك وبيكون في أمينو جروب ودي بتكون مجموعة بيزك في الحالة العادية اللي اتنين دول مضيعين بعض يعني بقى يعني كأن الكاربوكسيلة والأمينة مش موجودين لدي مجموعة حامضية ودي مجموعة قاعدية كأنهم الاتنين عملوا حاجة اسمها التعادل يعني السر كله في الأر فيها إيه بقى على حسب مين اللي موجود في الأر هيتحدد وصف الحمض الأميني من حيث كونه تعالي وقولك كونه إيه بقى على حسب الأر دي ممكن تكون الأحماض الأمينية نيوترال كلمة نيوترال يعني متعادلة الدكتور سألني وجل يعني متعادلة وقولت له يعني الار دي هيكون فيها أي حاجة أنت طبعا مش عليك التركيب الكيميائي للأحماض الأمينية الار دي هيكون فيها أي حاجة غير مجموعة الكاربوكسيلة أو الأمينة فليه تسمى نيوترال لأن دي ودي مضيعين بعضيهم يبقى في مجموعة من الأحماض الأمينية كده اسمها النيوترال النيوترال لأن الار دي هيكون فيها أي كاربونات أنت كده كده مش عليك التركيب الكيميائي بس أنا ممكن أقولك زي ايه زيه عشان بس تفهم يعني الار دي مساء يعني يكون فيها سي تش سري يكون فيها اتش يكون فيها او اتش يكون فيها اي حاجة غير دي ودي لأن دي بتاعت الحامضية ودي بتاعت الكهو عدية ودول مضيعين بعض فلو الار فيها أي حاجة غير دي أو دي فبتكون العيلة دي من الأحماض الأمينية اسمها نيوترال أما الار لو كان فيها كاربوكسيلة زيادة يعني كأن الحمض الأمين هيبقى فيه كام كاربوكسيلة اتنين فدي بنسميها أسيدك طب الار لو فيها أمينة زيادة ده بنسميه بيزك يبقى كأن الأسيدك الار دي هيبقى فيها كاربوكسيلة البيزك الار دي هيبقى فيها النيتش تو يبقى الأحماض الأمينية على حسب الار اما نيوترال لا الارضي لا هيكون فيها كاربوكسيلة ولا هيكون فيها النيتشوتو هيكون فيها حاجة غيرهم وصلك كده وتعال اقول لك بقى اسم تاني جابوه جابلكده في الاسئلة عيلة الاحماض الامينية النيوترال اللي هي الارض دي هيكون فيها مجموعات لا هي كاربوكسيلة ولا هي امينة لها اسم تاني بنسميها مونو امينو يعني احاد الامين مونو كاربوكسيل يعني الحمض الامين النيوترال اللي هو متعادل الارض بتاعته هيكون فيها أي حاجة غير الكاربوكسيلة والأمينة وكأن الحمض الأميني فيه كاربوكسيلة واحدة وأمينة واحدة فالحمض الأميني اللي تابع العيلة دي بيكون لي اسم تاني بنسميه مونو كاربوكسي يعني أحاد الكاربوكسيلة مونو أمينو أحاد الأمينة أمينو أسد يعني أنا لو قلتلك أديني مثال على حمض أميني مونو كاربوكسي مونو أمينو يبقى تعرف أن ده أي حمض من الأحماض الأمينية النيوترال طب لو هو أسدك اه لو هو اسدك بنسميه بقى مونو امينو يعني احادي الامينة داي كاربوكسي لان ده هيبقى في اتنين كاربوكسيلة واحدة الاساسية وواحدة زيادة تبقى في الار طب لو هو بازك بنسميه مونو كاربوكسي داي امينو يعني في اتنين امينة وواحدة كاربوكسيلة اللي هي الامينة الزيادة دي تعالى بقى نحفظ مين الاحماض الامينية اللي موجودة في التصنيفة دي والتصنيفة دي اول ما انت تحفظها ورايا لما تبدأ بقى في البي دي اف ولما بنبدأ في التصنيفة بتاعت البي دي اف هتلاقي الامر سهل لان في البي دي اف عندنا مقسمين التصنيفة بتاعت الكميكال كلاسفيكيشن لبولر ونان بولر وهايدروفيلك وهايدروفوبك وتلاقي يقول لك ان فيه احماض امينية اليفاتية واروماتية وحامضية وقاعدية فاحنا بنصنفهم حلو في الاول عشان يبقى السهل عليك ان انت تحفظهم وانت بنفسك هتشوف وزي ما قلتلك تسمع تدون ورايا بعدين تقرأ البي دي اف كل معلومة بيجيت سهلة بالنسبة لك يا دكتور تعال بقى معي بص بقى عيلة النيوترال اللي هي الارض دي هيكون فيها اي حاجة غير الكاربوكسيلة او الامينة بتنقسم لتلاتة ايه التلات اقسام بتاعت النيوترال او الارض دي محتمل يبقى فيها ايه فيه عيلة اسمها نيوترال اليفاتي اليفاتي يعني الار هيبقى فيها سهاته بس وفيه نيوترال اروماتي كلمة اروماتي يا دكتوري عب يكون فيها حلقة بنزين الوقت جال ليه ده البنزين في جسمي قلت له يا حبيبي دي مركبات بيولوجية فاكيد البنزين اللي داخل فيها مش بنزين حر عشان يعمل لك سمية ده بنزين داخل في تركيب مركب حيوي في جسمك خلاص يبقى فيه اروماتي وفيه حاجة بقى اسمها هيتيروسايكل هيتيروسايكلك يا دكتور يعني فيها حلقة تحتوي على زرة نيتروجين يعني فيه حلقة كده مش حلقة بنزين بقى لا ده حلقة فيها زرة نيتروجين بتاع لحشان اخلص معاك مين المثال الهيتيروسايكلك الراجل ده اللي اسمه البرولين اللي احنا لسه جالين عليه من شوي هيتيروسايكل كلمة هيتيرو يعني غريب يعني حلقة غريبة لان العادي في الكيميا العضوية ان الحلقة يبقى فيها كربونات فهنا حصل ان الحلقة فيه كربون 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 بس فيه نيتروجين داخل جوه الحلقة فالراجل ده اسمه مين بورولين فانت تبقى عارب بقى ان البرولين ده نيوترل نيوترل يعني يعني دي ودي كأنهم ضيعوا بعض يعني الراجل ده لهو حامضي ولا هو قاعدي والراجل ده كأنه مونو أمينو مونو كاربوكسي كأنه عليه أمينة واحدة وكاربوكسيلا واحدة ده مين ده؟ ده البرولين مين بقى عيلة الأروماتي عيلة الأروماتي فيها ثلاثة مجموعين بكلمة فت مين يا دكتور أول واحد اسمه فينيل ألنين حفظ يا دكتور كل الأمثلة دي حفظ يا دكتور يبقى أول واحد اسمه فينيل ألنين تاني واحد اسمه تيروزين أعتقد بقى تيروزين هو فينيل ألنين بس راكب عليه او اتش يعني كأن كأن يعني الفينايل الانين بيبقى شكله عام كده مساء دكتور مش عليك الاستراكشور ده اما التيروزين بيبقى كأنه فينايل الانين وراكب عليه او اتش بالمنظر ده والتالت اسمه تريبتوفان يبقى الأحماض الأمينية الأروماتية تلاتة فينايل الانين تيروزين تريبتوفان والتيروزين هو فينايل الانين رجبة عليه او اتش. يعني كان في نايل الانين اهو. وعلى حلقة البنزين دي رجبة او اتش والتالت اسمه مين? تريبتوفاء. حلو يا دكتور حلو جدا. الامر سهل بسيط بنحفظ. الاحماض الامنية. الكميكال كلاسيفيكيشن. لحسب الار. نيوترال. جينا بقى عيلة النيوترال. عيلة النيوترال يعني الارض هيكون فيها اي حاجة غير الكاربوكسيلا والامينة. بدليل اهو الار هنا فيها حلقة بنزين. هنا حلقة بنزين عليها او اتش. واصطلق كده دي عيلة النيوترال. النيوترال بقى فيها الافاتي. الافاتي يعني سلسلة كاربونية مفروضة. اروماتي يعني حلقة بنزين. هيتيروسايكل يعني حلقة فيها زرة غريبة زر راجل اسمه بورولين. مين هيتيروسايكل بورولين واخلصنا منه? مين الاروماتي? في نايل الانين تيروزين تريبتوفاء. والتيروزين هو في نايل الانين رجبة عليه او اتش. يعني التيروزين ده عليه او اتش. طيب. الالفاتي بقى تعالى نفرد ركز معاي في عيلة اسمها الفاتي الفاتي في عيلة اسمها الفاتي برانشد مفرعة في عيلة اسمها الفاتي عليها او اتش وفي عيلة اسمها الفاتي عليها اس اتش وتعالى بقى نشوف مين حفظ يا دكتور الالفاتي الالفاتي يعني الار بتتشال ويركب اتش او سي اتش سري مش مهم اللي بيركب بس يهمني الافاتي الافاتي يعني الار كربونات وكربونات وبس ودول اتنين جيلايسين والانين يبقى الالفاتي الالفاتي فيه اتنين حمضة اميني جيلايسين والانين حفظي يا دكتور ايه ده الوقت بيقولي ده دكتور ده في نايل الانين ويقول له با ما كأنه في نايل الانين هو الانين رجب عليه في نايل بيجا روماتي لك لو ألانين بس فهو أليفاتي يبقى إذن عيلة النيوترال اللي هو المتعادل فيهم حاجة اسمها أليفاتي جليسين وألانين برانشيد مفرع علي أفرع الأر كبيرة مفرعة مين هم ثلاثة فالين ليوسين آيزو ليوسين سمحني يا دكتور الحفظ كتير شوية بس ما لهمش حل غير ان هم يتحفظوا يبقى عندي عيلة اسمها النيوترال أليفاتي مفرع فالين ليوسين آيزو ليوسين حلو الكلام حلو الكلام تمام بص بقى أو إتش بقى الوقت جال لهو بتقول لا يا حبيبي ده أو إتش أروماتي لكن ده أو إتش أليفاتي مين سيرين وسريونين جبال اللي بيحتوى على الأو إتش سيرين وسريونين الله ده معناته أن الأر يعني جال دي بتتشال ويركب بدلها أو إتش في السيرين وسريونين طب ومين بيحتوى على الكبريت سيستايين وخلي بالك من اللي أنا هكتبه إي آي كده هيبص بص 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 سيستايين مش سيستين لأن ده غير ده السيستايين إي آي غير الآي بس ده حاجة وده حاجة غيرها أي نعم هما الاتنين أحماض أمينية بس أنت عندك في الأول في المكتوب السيستايين اللي هو ده يبل الحمض الأمين اللي بيحتوى على الكبريت اللي هي الإس إتش خلاص اسمه السيستايين في واحد اسمه السيستم مش مكتوب هنا أنا مش أكتبه تخلي بالك بس أن اللي مكتوب هنا السيستايين إي آي مش الآي بس وفي واحد تاني بس هو صراحة ما فيه إس إتش لكن في إس ركب عليها سي إتش سري اسمها مجموعة ميسايل اسمه مين؟ ميسايونين يبقى اللي بيحتوى على الكبريت اتنين السيستايين بس السيستايين في إس إتش أما الميسايونين ده بيحتوى على إس شدنا منها الإتش عليها سي إتش سري حفظي يا دكتور دول إن حفظتهم هترتاح في اللي جاي هتبقى الأمور سهلة بالنسبة لك إن شاء الله يبقى بص أنت بتحفظ الأحماض الأمنية على حسب الار مونو كربوكسي مونو أمين ألفاتي أروماتي هتيروسايك ألفاتي 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 مفرع ألفاتي 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 إس إتش حلوة كلاب ألفاتي ألفاتي إجليسين وآلين ألفاتي متفرع فليليوسين آيزليوسين ألفاتي إس إتش سيرين وسيريونين ألفات SH سيستاين وسيستاين EI غير الI بس خلاص احنا مش D احنا D العليل SH اما بالI دي دي عبارة عن اتنين سيستاين ودي احنا بناخدها في الفيتام اقولك حوارها طب وفي واحدة تانية اسمها ميصايونين بس الميصايونين SH3 مش SH اتشالة الH ورجبة SH3 خلصنا كده من عيلة النيوترال بفضل الله دخلين بقى على عيلة الاسيدك عيلة الاسيدك اتنين يا دكتور اللي موجود في عيلة الاسيدك اتنين بس كل واحد منهم لي اسمين اسمع بقى عيلة الاسيدك اللي اسمها مونو أمينو داي كاربوكسي يعني كيبنا الحمض LiAmini بيبافيه اتنين كاربوكسي لمن هم واحد اسمه اسبرتيت اسبرتيت او اسبرتك اسد الاسمين صح اسبرتك اسد يبقى الاسيدك اسمه اسبرتيت او اسبرتك اسد والتانية اسمه جولوتاميت جلوتاميت او جلوتاميك اسد يبقى عائلة الاسدك فيها اتنين وركز معايا اسبرتيت او اسبرتك اسد جلوتاميت او جلوتاميك اسد العائلة دي اسمها يعني الحمض الامين الار بتاعته يبقى عليها كاربوكسيلا كمان فكاين الحمض يبقى عليها اتنين كاربوكسيلا خلاص وامينة واحدة مين هم اسبرتيت او اسبرتك اسد جلوتاميت او جلوتاميك اسد انا عارب انت الواحد يقولي طبول فارج بين اسبرتك واسبرتيت ده يرجع للكيميا العضوية من الحمض الاميني لو كان في صورته بدون تأين بنسميه اسبرتك اما لو كان في صورة متأينة يعني صورة الملح يعني لقيت شاية طايرة منه يعني اشتغل كحمض مسلا بنسميه اسبرتيت يعني مش هتفرج معاك ده كلام كيميا عضوية لو انت عايز تفهمه اكتر كيميا عضوية ابقى انا اشرحه لك خلاص يبقى ايزا من الاسدك هم اتنين اسبرتيت او اسبرتك اسد جلوتاميت او جلوتاميك اسد تمام حفظ يا دكتور طيب عيلة الاسدك بيشتق منها تنين حمضة اميني تاني بس هما مش اسدك يعني عيلة الاسدك بيشتق منها تنين حمضة اميني اسمهم اميد عندنا مجموعة كده في الكيميا العضوية احنا جلنا الاسدك هيبقى الار فيها كربوكسيلا لكن بص الاميد الار يبقى فيها سي او ان اتش تو دي اسمها مجموعة الاميد اللي هو كن الكربوكسيلا شلنا منها الاو اتش وحطنا بعدها ان اتش تو يبقى عيلة الاسدك مشتق منها تنين تانين بس هما مش اسدك اسمهم اميد درايفد يعني مشتق فروم اسدك يبقى فيه اميد درايفد فروم اسدك كم واحد اتنين مين هما بقى اسمع بقى برضو ليهم اسمين الاسبارتك او الاسبارتيد بيشتق منه واحد اسمه اسباراجين او ليه اسم تاني اسبارتك اسد اميد يبقى اسباراجين او اسبارتك اسد اميد طب والغلوتاميت اللي بيشتق منه كامايد ليه ثلاث اسماء جلوتامين او جلوتامايد او جلوتامك اسد اميد ليه ثلاث اسماء جلوتامين جلوتامايد جلوتامك اسد اميد ولازم تخلي بالا فيه فرج بين جلوتامك او جلوتاميت وجلوتامايد او جلوتامين او جلوتامك اسد امايد ده حاجة وده حاجة دول اسدك يعني فيهم كاربوكسيلا اما دول امايد شننا لو قدشو حاطيني انتشتو خلاص قاعد لي اخر عيلة بقى اللي هي عيلة البزك ودول فيها تلاتة مين يا دكتور ليسين هستدين ارجنين خلصنا يا دكتور الله على الابداعات ان انت حفظت دول ومع لش هتتعب شوية في حفظهم هترتاح في كل اللي جاي وتبقى المحاضرة في جيبك احنا كده صنفناهم بطريقة سهلة جدا عرفت بقى مين النيوترال ومين الاسدك ومين البزك والبيزك تلاتة والاسدك اتنين والاسدك بيشتق منهم اتنين وقد النيوترال في الافاتي واروماتي وهتيروسايكل والله على الابداع دونتهم كتبتهم يلا نكمل الكلام الاحماض الامانية دول واحد جال دول مش عشرين قلت له خلاص ما انا شرحت لك اللي مكتوبين عندك في البيدف عشان ما نزوتش ولما نروح مكان تاني وييجي اسماء احماض امنية تانية بانا اقول هوم لك وحط هوم لك هنا في التصنيفة دي بس انا مش عايزة اكتر عليك عشان ما تخافش يعني خلاص خلصنا من دول وجيت كده لو حابب تعمل يقاف موقت او تاخد لها سكرينة وتعال بقى ندخل بقى على التصنيفة اللي جاية اللي هو تصنيف الاحماض الامنية على حسب حاجة بقى اسمها القطبية يعني عليها شحنات ولا لا يعني قطبي فالمركبات القطبي او الحمض الامين القطبي اللي هو بيدوف المية والمش قطبي اللي هو بيكره المية ففي حاجات تحب المية وحاجات تكره المية فتعال بقى نشوف مين من الاحماض الامنية دي وازاي نحفظهم في البولاريتي بطريقة سهلة لان احنا صنفناهم حلو مين بولر ومين مش بولر ويالله بينا على بركة الله نروح نشوف بقى الصبورة اللي جاية بقى ده كله احنا لسه شغالين في مين يا دكتور في الكيميكال كلاسيفيكيشن الحاجات دي تيجي ازاي في الامتحان اختياري يقولك مين من الاحماض الامنية اللي جاي هاسدك مين بيزك مين نيوترال مين اروماتي مين اليفات يجي السؤال كده وانت بنفسك هتيجي تحل وتشوف كلامي ده كويس ولما اجيب لك انا اسئلة وتطبيقات هنحل لكم اسئلة هدي الكتاب اسئلة خلاص سليحل بس تعال بقى شوف التصنيفة اللي جاية بقى احنا لازمنا جوال كيميكال كلاسيفيكيشن على حسب مين على حسب الار بص بقى كلاسيفيكيشن اوف امين واسد بنكتبهم اي اي كده دكتور اكوردينج تو بولارتي على حسب الكده الاحماض الامنية تنقسم لعيلتين عيلة اسمها بولر وعيلة اسمها نان بولر وهتلاجح في زوم سهل جدا باذن الله عيلة البولر لها اسم تاني اسمها هايدروفلك كلمة هايدروفلك يعني مية فلك يعني محب يعني كنها محبة للمية وعيلة النان بولر اسمها هايدروفوبك هايدرو يعني مية فوب يعني كاره ففي احماض امينية هايدروفلك وهنشوف هم مين وفي احماض امينية هايدروفوبك كاره المية وهنشوف هم مين مين بقى يا دكتور الهايدروفوبك امينواسد نبدأ بقى بالعيلة دي وانا هكتبهم لك بقى بتصنيفة زي ما اكتبوا عندك في البيديف فتلاني الموضوع الساعة مين بقى اول حد في الهايدروفوبك اسمع بقى الار از الكايل مين يا عمي قال لك عيلة الالفات وعيلة البرانشد الله يا دكتور ما نحفظهم ما انت سهلت علي التصنيفة احسن ما جاي نحفظهم على طول هنا بيجيت سهلة بقى ما انت عارب بقى مين الالفات الالفات اللي هو الجليسين والالانين والبرانشد فالين وليوسين وايزوليوسين الله 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 على الابداع يبقى دي العيلة دي اول امثلة من عيلة الهايدروفوبك اتكرها المية الاحماض الامنية دي تكره المية ما تحبش المية لان الار بتعتهم هيدرو كربون الفات انت عارب بقى الحاجة العضوية تكره المية يبقى مين يا عمي جليسين الانين فالينيوسين ايزوليوسين حالو يا دكتور الله 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 على الابداع ومين كمان عيلة الهيتيروسايكلك اللي فيها مين البرولين وعيلة الارومات بس اتنين بس منهم مين يا دكتور الفينايل الانين ابو حلقة بنزين والتريبتوفان لكن التيروزين اخوهم التالت هنا لان ده عليه او ايتش اللي او ايتش تحب المية طب ما احنا حفزناهم اهم يا دكتور خلصوا عيلة النامبولر الهايدروفوبك الكارها للمية اللي الار بتعتهم الكايل في منهم الالفات يجليسين والانين والبرانش تفالينيوسين والايزوليوسين والهيتيروسايكلك البرولين والارومات بس اتنين لان الارومات كانوا فت في ناله الانين وطيروزين وتريبتوفان لكن التيروزين لا تيروزين على او ايتش بتبع العيلة دي حلوة دي الله على دي اسمع بقى الجماعة دول بيكونوا بروتين ما انت عارف يا دكتور بقى ان الاحماض الامنية بتكون بروتين والبروتين هي سلسلة من الاحماض الامنية والبروتين بيكل شكل فراغي يعني البروتين بقى خلاص والاشكال دي تدي البروتين الشكل الوظيفي بتاعه فاسمع بقى مجموعة الاحماض الامنية دي لما يجي يتكون البروتين كينا دي بروتين ما يحبوش يبوا على السطح وما ليكونوا فين بقى الاحماض الامنية دي يكونوا من جوة بنسميهم كده على الانترنال سيرفس على السطح الداخلي اوف بروتين او بيسموهم ان بروتين كور كلمة كور يعني جلبة او في البروتين من جوة يبقى الاحماض الامنية او الهايدروفوبك اللي بتكره المية بتكون ان انترنال سيرفس او بروتين في البروتين من جوة اصلا هي كارها المية ماينفعش تابعه البروتين من برا فبتبقى على السطح الداخلي مش السطح الخارج دي اللي هم مين دول الايدرفوبيك اما الهايدروفيلك اللي هم محبين الماء بيكونوا على الاوطر سيرفس من قبل ما نشرح همه مين يعني لو البروتين كده بيبقى من بره كده الأحماض الأمنية الهايدروفيلك لكن من جوه الأحماض الأمنية مين الهايدروفوبيك مين بقى يا دكتور الهايدروفيلك عيلة الهايدروفيلك فيها ناس نيوترال في واحد تاني في الهايدروفوبيك يا دكتور اللي هو الميصايونين الميصايونين ده اللي عليه S-CH3 الراجل ده تبع عيلة الهايدروفوبيك يبع عيلة الهايدروفوبيك ليكرها المية عيلة الأليفاتي والبرانشد والهيتيروسايكل والأروماتي واللي بيحتوى على الكبريت بس مين المصايونين مش السستايين خلاص تعال هنا بقى عيلة الهايدروفيلك المحبة للمية النيوترال والأسيدك والبيزك ايه ده طب ما نعرفهم يا دكتور الأسيدك كان فيها الجلوتاميك أو الجلوتاميت والأسبرتك أو الأسبرتات بس خد المعلومة اللي جاية بقى الأسيدك اللي هو يكون كده في كربوكسيلا زيادة اهي الناس دول يا دكتور لما بيكونوا في جسمك فالإتشاية دي بتطير يعني كإن شكله بيبعمل كده في الجسم بقى ده شكله في الجسم أسا أنا عايز أفهم لك حاجة بقى يعني الأحماض الأمنية الأسيدك بتبدي هيدروجينة في جسمك فالكربوكسيلا دي ببعليها سالب ودي عليها سالب والإن نيتش تو تتحول الإن نيتش تريب عليها موجب السالب ده بيطير معادي هيوقعت شحنة سالبة بس على الكربوكسيلا بتقول لي المعلومة دي عشان أقول لك بقى أن الأسيدك أمينو أسيد اللي هي محبة للمية دي بتحمل شحنة سالبة كاري نيجاتيف اتشارج فما تستغربش بقى لما تلاقييني بقولك إن الأحماض الأمنية الحامضية بتحمل شحنة سالبة انت عرفت جات منين كلمة كاري نيجاتيف اتشارج لإن هي وموجودة في جسمك الإتشاية بتطير فاسي بتحمل سالب فبنقولك بقى إن الأسيدك دول بيحملوا شحنة مين سالبة يبقى أنت تبقى عارف إن فيه أحماض أمنية بولر هيدروفلك محبة للمية بتحمل سالب مين اللي بيحملوا سالب الأسيدك طب لقى دكتور بيحمله سالب إن إن فيه الجسم الإتش دي باضطير ودي باضطير والإن دي بتاخد إتشاية فدي لما تاخد إتشاية بدي عليها موجب ودي بيطروا مع بعض يقول دي عليها سالب فبالتالي تلاج الحمض الأمين اللي اسمه جلوتامك بيحمل سالب والأسبرتك بيحمل سالب طب ومين البزك البزك يا دكتور اللي هو الليسين والهستدين هستدين والأرجنين حلو يا دكتور طب أنا لو جيت كتبهم كده ده بيبعى عليه كم امينة اتنين دي بيبعى عليها سالب ودي بيبعى عليها موجب ودي بيبعى عليها موجب يعني كأنه بيبعى عامل كده في الجسم COO سالب NH3 موجب NH3 موجب فالسالب دي هيطير معادي يقعد لموجب آه يبقى تعرف ان البزك كاري بتحمل بوزيتيف تشارج يبقى الاحماض الامنية القاعدية بتحمل شحنة موجبة يبقى الاحماض الامنية الحاماضية تحمل سالب والقاعدية تحمل موجب ونيوترال ما بتحملش حاج طب مين النيوترال مين الناس النيوترال اللي عليهم ويتش مين هما بقى اللي كان عليهم ويتش يا دكتور السيرين والسريونين وكان في واحد من عائلة الارومات يسمه التيروزين ها الجماعة دول بولر ونيوترال بس في منهم اتنين الافات وواحد ارومات او اللي عليه السيتش ده مين ده ده السيستاين او عيلة الامايد ده مين ده الاسباراجين والجلوتامين دول بولر يحبوا المية وموجودين على سطح البروتين ودول نيوترال ودول بولر اسيدك ودول بولر بيزيك والبولر اسيدك بيحمله سالب والبولر بيزيك بيحمله موجب والله على الابداع الله 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 على ابداعاتك يا دكتور. واخلصنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى من التصنيفة الاولى بتجي لك ازاي في الاسئلة? يجي يقول لك مين بولر? مين نام بولر? مين هيدروفيليك? مين بيحمل سالب? مين بيحمل موجب? بيجي تسهل. السر كل انت تحفظهم. داولهم ولا يتبصوا بيديه? ما سبناش كلمة. الله على الابداع. يلا بقى نشوف التصنيفة التانية. هجي لك كده شو لو انت عايز تعمل سكرينة همهم متدونين قدامك هم حفظتهم تصنيفة حلوة لامور سهلة. يلا بقى نخش على التصنيفة التانية اللي اسمها هم هم العشرين هنحطهم في وهم هم العشرين هنحطهم في تعال بقى نشوف يقولك ان الاحماض الامنية بقى بجسمك لما تهضم بيطلع منها مواد جديدة. فنشوف بقى مين المواد اللي بتطلع منها? وازاي نحفظهم? ودول هيتأكدوا اكتر حتة الميتابوليك دي لما ندرس الهضم. لما ندرس الهضم ده انت هتشوف فعليا بقى ازاي الحمض الاميني ده? لما بيحصلوا عملية هضم في جسمك? خلاص? اه بيجيب المواد دي. فتعال بقى. اللي هي الميتابوليك كلاسيفيكيشن اف امينو اسد. اهي. ميتابوليك كلاسيفيكيشن. بص يا دكتور. الاحماض الامنية لما تهضم يعني لما تتكسر اثناء صيامك ما هنهضم امتى البروتين ما نحكيه لك. لما انت بتصوم يا دكتور يبدأ جسمك يشتغل على الكاربو هيدرات. اللي هي ممثلة في الجيليكوشن. اللي مخزن في الكاب التحديد. ويطلع منه جلوكوز يا اكسيد ويطلع منه الاتب. بعد ما الجلوكوز بيبدأ يجلي بيبدأ يلجأ الى الدهون. المخزنة في حاجة اسمها النسيج الدهون. وبعد ما الدهون تبدأ تجلي تبدأ تاكل في بروتينك وتاكل في لحمك. فبتكسر الاحماض الامينية وبتجيب منها مركبات جديدة. فالميتابوليزم بتاع الامينو اسد ليه تلات احتمالات. يقيم حاجة اسمها كيتوجينك. وهنفهم ايه دي يحلم. كيتوجينك. يقيم حاجة اسمها جلوكوجينك. يقيم حاجة ميكسيد يعني مخلطة. يعني ممكن الحمض الاميني يجيب كيتوجينك وجلوكوجينك. ايه الكلام ده? تعال ما فاهمك ببساطة. بص يا دكتور. عندنا مادة كده اسمها الكيتون بادي. ايه يا دكتور كيتون بادي دي. ببساطة خالص. اسماء الصيام. تمام? المصدر الاساسي للطاقة في المخ هو الجلوكوز. تمام? الجلوكوز لما يبدأ يجل. الحاجز اللي موجود عند المخ اللي اسمه بلاط برين باريار ما بيعديش غير الجلوكوز. او مادة تانية اسمها كيتون بادي. يعني الكيتون بادي ده مادة تانية ممكن المخ يستخدمها اثناء الصيام كمصدر بديل للطاقة. يعني الحمض الاميني ما يقدرش يعدي يدخل المخ. الحمض الدولي ما يقدرش يعدي. ما بيعديش غير الجلوكوز. او حاجة اسمها مين? كيتون بادي. يبقى الكيتون بادي ده مادة الجسم بيصنعها في الكبد خلاص? اثناء الصيام من الممكن تستخدم كمصدر للطاقة في المخ بجانب الجلوكوز. الكيتون بادي عندنا امثلة عليهم حاجة اسمها اسيتيت. بيتحول الى اسيتو اسيتيت. يعني في مادة كده. ان الحمض الاميني بص بص بص. الحمض الاميني اللي هو بيدي كيتون بادي بيدينا مادة اسمها اسيتيت. والاسيتيت دي بتتحول لحاجة اسمها مين? اسيتو اسيتيت والكلام ده بيتم في الكبد. ببساطة خالص العملية دي هتدرس بالتبصيل في الهضم. ما تجلكش. سهلة. بس انا عايز اقولك ان الكيتون بادي دا مادة زي مين الكيتون بادي اهي. ده مسال. ده اول مسال على الكيتون بادي. طب وده صنع مني من الحمض الاميني. بس الفكرة ان الحمض الاميني ما عطاش كيتون بادي على طول. ده الحمض الاميني يدي حاجة اسمها اسيتيت. ده اسناها عمية الهضم كده لا حماض لامنية اسناها الصيام. كلام ده في الكبد. والاستيت بيتحول للكيتون بادي اللي اسمه مين? اسيتوا اسيتات. طيب انت بقى مطالب تحفز هي مين الاحماض الامنية الكيتوجينك اللي هي لما تهدم وتتكسر تدينا الهو مين? اسيتو اسيتات. او تدي في الاول الاسيتات. بس الاسيت ده مش كيتون بادي جيدا هيتحول للكيتون بادي اللي هو مين? اسيتو اسيتات. لماذا? هذه ؟ لا المادة دي بتطلع عشان نستخدمها كمظهر للطاقة في المخفيت نين الحمضة اميني مجموعين في كلمة ليلي. ليلي. خلاص? مين يا ليلي? مين ليلي? اه. ليوسين وليسين. حفظناهم يا دكتور. هيقول لك في الاختياري. مين الكيتوجينك? ليلي. ليوسين وليسين. ليوسين وليسين. بس اسمع الكلمة دي دول هيباجي لك في الاختياره لازم يجولك كلمة كيتوجينك. ليه يا دكتور كلمة بيور? اصلنا لو ما قلتش كلمة في ناس المخلطين nogle هوا ممكن يجيبوا ده وممكن يجيبوا ده. لكن دول البيور يعني دول الليلي ما ينفعوش يجيبو غير كيتون بادي بس. ما ينفعش يجيب ليوكوز او مخلطين يجيبوش ليوكوز او كيتون بادي. يبقى الكيتوجينيك اللي هما يجيبو كيتون بادي بس. مين هما? ليلي. ليوسين ولايسين. يجي لك في الاختيار بقى. يقول لك مين البيور كيتوجينك? تقول لي ليلي. ليوسين او ليسين. وتشوف الاختيار وتلاقيها وتجي كتير. خلاص? طيب. ومين المكسد? طب ولي يا دكتور ما تديني جلوكوجينك ما انا عايز رياحك يا حبيبي. جلوكوجينك يعني الميتابوليزم بتاعهم يد مين? يد جلوكوز. بس الفكرة برضو ان الاحماض الامينية اللي الهضم بتاعها يد جلوكوز. والكلام ده برضو بيتم في الكبد. الجلوكوز ما بيجيش بصورة مباشرة من الحمض الاميني. امال الحمض الاميني يدي حاجة اسمها اوجزالو اسيتيت. او بايروفيت. او الفا كيتو جولوتاريت. او بروبيونيت. فالاحماض الامينية تدي دول والمواد ده اللي تتحول لجلوكوز فين في الكبد. ليه بتكتب لي كده عشان بدي ايف مكتوبين عندك? واحنا لسه نشرحهم في الهض. يعني الاحماض الامينية جلوكوجينك. جلوكوجينك يعني جيف مين? جيف جلوكوز. مش على طول يده جلوكوز. هما في الاول بيده في احماض الامينية تدي مادة اسمها اوجزالو اسيتيت. واحماض الامينية تدي مادة اسمها البايروفيت. واحماض تدي مادة اسمها الفا كيتوغلوتاريت واحمطت الدماغ دا اسمها البروبيونيت والمواد دي في الكابت تتحول لجلوكوز. مين الجلوكوجينيك سيبك منهم دلوقتي حفزك الميكسد وحفزت الكيتوجينيك واي حمضة امينة تاني غير اللي هيكونوا ميكسد وكيتوجينيك هيبه هنا. تعال بقى حفزك مين الميكسد. الميكسد يعني الحمض الامينة ده من الممكن انه هو يجيب كيتون بادي او جلوكوز. ممكن يجيب اي حد من الاتنين براحته. يبقى الميكسد جيف بوس يعني ات سواء بقى كيتون بادي او جلوكوز. دي عيلة الميكسد. مين بقى في عيلة الميكسد? نحفظهم ازاي? احفظهم بكلمة از فت. از اللي هو ايزوليوسين. فت. اه ده عيلة الارومات اللي فيها تلاتة. في نايل الانيم. تايروزين. تريبتوفان. في نايل الانين. تايروزين. تريبتوفان. هالعيلة دي الميكسد. وانت كده ريحت نفسك يا دكتور. حفز طلي مين البيور كيتوجينيك. حفز طلي مين الميكسد. اي حمض اميني تاني هيكون بيور جلوكوزينيك. يعني بيجيب جلوكوز وبس. اي حد غير دول. اي حد سبق شرحه. اي حد سبق شرحه هيكون هنا. يبقى انت عرفت كده. الميتابوليك كلاسفيكيشن. تيجي كتير في الامتحان. وخصوصا دي. وفتاكر كلامي كويس. هتلاقي دي جاييرك في امتحان يقولك مين بيور جلوكوزينيك. اه او مين بيور كيتوجينيك. واصطا لك كده بتيجي كتير دي. يبقى بصو بقى. انت عارف ان الميتابوليك كلاسفيكيشن لما تبقى صايم. ولا احماض الامنة تدقى تتكسر في جسمك. يا ام احماض تجيب كيتون بادي. دي مادة بتعدي ب لب برين باري وارتروح لموخك يطلع منها طاقة. يا ام بتجيب جلوكوز يا اما بتجيب دي او دي. اللي بيجيب احماض دهنيها بصراحة ما بيجيش على طول لحمض الكيتون بادي. بيجيبه في الاول اسيتات ده اللي بيتحول في الكابد للكيتون بادي. واللي بيجيبه جلوكوز دول ما بيجيبه جلوكوز على طول. بيجيبه او بيوروفيتة او بروبيونيت وودينا جلوكوز. طبعا الجلوكوز ده اللي بيدخل في دورة كريبس او في كليك طب والمكسد يا ايه ما يجيبه ده يا ايه ما يجيبه ده عشان كده هنا قلنا لك بيور كيتوجينك وهنا بيور جليكوجينك اما دول ما لهم حفظناهم بفضل الله دول ليلي دول اسفت واي حد غير ليلي واسفت فهو جلوكوجينك الله عليك داخلين على الاخيرة يا دكتور اللي هي اسمها دي اللي هاختم بيها الفيديو ده عشان ما اطولش عليك في الفيديو انت بقى الامور بسيطة وسهلة معاك وتلاقي الدنيا ممتعة وانت بتحفظها ومفضل الله تعال بقى نشوف ال 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 بايولوجيكال كلاسفيكيشان بايولوجيكال كلاسفيكيشان اوف امينو اسد بص يا دكتور الاحماض الامنية على حسب الاهمية البيولوجية بينقسموا الى عيلتين عيلة اسمها اسينشيال امينو اسد اسينشيال يعني ضروري يعني لا يمكن الاستغناء عنه اصل هو ما بيتصمعش في جسمك ولازم تاكله من النبات او الحيوان والنقص بتاعه هيعملك امراض يبقى في عيلة كده اسمها اسينشيال اسينشيال امينو اسد بس ليها اسم تاني هو اللي بيجي في الاسئلة اسمها ان ديس بنسابل يعني لا يمكن الاستغناء عنها الاستغناء عنها وفي عيلة اسمها ان ديس بنسابل هتلاقي كتير في الاختيار جالك كلمة ان ديس بنسابل و ديس بنسابل كلمة ديس بنسابل يعني يمكن الاستغناء عنها الفكرة لا يمكن او يمكن اقصد يعني لازم تاكلها منبرة او تتصنع فيك من جوة يعني لا يمكن الاستغناء عنها يعني لازم لازم ان ديت لازم تاكلها في اكلك ليه اصل الديفشانسي النقص بتاعها كوز ديزيس هتسبب امراض يا دكتور اصله هي لا تصنع لا تصنع في جسمك يا دكتور وهنعرف هم مين حفز واي حد غيرهم هيكون هن اما النوني السينشيال نوت ريكوايرد ان دايت نوت ريكوايرد ان دايت يعني مش لازم تاكلهم في اكلك اصلهم بيتصنعوا ان هيومان بادي بيتصنعوا في جسمك من دول عرفت بقى لانتا ينقول لك لازم تاكل البروتين سواء النباتي او حيواني اصل الجماعة دول جسمك مش يعرف يصنعهم فانت لازم تاكل نباتات زي البقوليات او لازم تاكل لحم حيوانات ما ينفعش بقى تعتمد على دول ما ينفعش تاكل كربوهدرات ما ينفعش تاكل عيش بس لان في مجموعة من الاحماض اليمنية لا يصنعوا في جسمك مين هم يا دكتور يلا حفزهم لي بسرعة عشان اخلص منهم تعال اما اقول لك المفتاح بتاعهم ايه يعني انا لفت تركت هوم المنزل تو لكي ميك اصنع فيزت زيارة سرو خلال لندن يعني لندن اه فلبين فلبين يا عم الله احمر يا غلس فلبين ارجنتين ايه دا يا دكتور ايه انت تركت البيت عشان تعمل زيارة لالندن فلبين ارجنتين هم دول اسماء تعال نشوف هم مين اي يعني ايزو ليوسين لفت يعني ليوسين هوم يعني هستدين تو يعني فينت عندك اتنين تو يعني تريبتوفان ميك يعني ميصيونين فيزت يعني ذالين سرو يعني سريونين ابو ويتش دا لندن يعني ليسين فلبين يعني في نايل الانين ارجنتين يعني ارجنين الله على الابداع الله يا دكتور يبقى دول ان انت حفظتهم اي حد غيرهم انا تركت المنزل لكي اعمل زيارة خلال لندن فلبين ارجنتين الله 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 حفظ زي اسمك ممكن يجي لك سؤال مقالي يقول لك تبقى عارف يعني لازم ناخدهم في الاكل بتاعنا والنقصة هيعمل امراض اصلهم ما بيصنعوش في الجسم بتاعي تو انا طركت المنزل عشان اعمل زيارة لا الله انظم فلبين ارجنتين يعني اقدر استغناء عنهم اصلهم ما بيتصنعوا في جسمي من دول حلوة دي الله علي في عيلة بقى اسمها السيمي السينشيال يعني 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 شوية السينشيال وشوية مش السينشيال من هم دول الهستيدين الهستيدين والارجينين يعني الجماعة دول بيسموهم سيمي السينشيال يعني سيمي السينشيال يعني ممكن يبقى السينشيال شوية وشوية مش السينشيال ايه الكلام ده يا دكتور يعني ما انت حضطهم هنا في السينشيال طوله بص يا حبيبي الاتنين دول بيزداد الطلب عليهم وهيظهر تأثيرهم الضر في حالة نقصهم during pregnancy أثناء الحمل and lactation والرضاعة يبقى semi essential اللي هما هستدين under arginine بيزيد عليهم demand يعني الطلب during يعني أثناء pregnancy يعني الحمل and and lactation بيزيد عليهم الطلب في الحمل والرضاعة يعني دول إن حدث فيهم نقصة أثناء الحمل والرضاعة هيحصل ضرر كبير جدا لكن في الحال العادية لو نقصوا شوية عادي جدا لأنهم هم من نص نص اللي هما الهستدين والارجينين بيزيد عليهم الطلب جوي أثناء الست ما تبقى بحامل وبتردع وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى كلنا انتهيت لحد الجزء ده اللي أنا حاب بقدمه لك لو أنت دونت وراي بعدين جاريت بيديه فتلاقي كل كلمة موجودة في بيديه أنا شرحتها لك لحد الجزء اللي وقفت عنه في الفيديو اللي كان إن شاء الله نبدأ نكمل شرح في الأجزاء الباقية أتمنى لكم القلبي كل طوفيق كان معاكم دكتور محمد عمر كامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة هتلقى في يوم اليوم حد واقف جنبه وبو عيونه هيشيل سيبها على الله ده اللي بيتباق الكري يلقاه لو يقفل بقى ربك يفتح باب رس وراه اشتركوا في القناة